السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متتبعي قناة تعلم والسفيد أهلا بكم في حصة جديدة حصة الإملاء درس همزة الوصل والقطع إذن همزة الوصل فهي قد تكون مفتوحة هكذا وقد تكون مضمومة وقد نجدها مكسورة وقد نجدها غير منطوقة فوقها هذه العلامة علامة صه إذن مثلا همزة الوصل عندما تأتي مفتوحة نجدها في التعريف التعريف مثلا الهجرات إذن همزة الوصل هنا تنطق ثم قد تكون مضمومة هكذا مثلا أكتب إذن هنا أيضا فهمزة الوصل تنطق وقد تكون مكسورة هكذا مثلا نأخذ كلمة إذن همزة الوصل مكسورة كذلك تنطق إذن في هذه الحالات الثلاثة همزة الوصل تنطق وتكتب في بداية الكلام أما همزة الوصل غير منطوقة التي فوقها هذه العلامة فنجدها في وسط الكلام مثلا نقول والحضارة والحضارة إذن نكتبها هكذا وهي لا تنطق في هذه الحالة لماذا لأنها جاءت في وسط الكلام أما همزة القطع فقد تكون مفتوحة وقد تكون مضمومة وقد نجدها مكسورة هكذا وهي تنطق دائما سواء كانت في وسط الكلام أو في أوله همزة الوصل مفتوحة نجدها مثلا فعل الدراكة إذن تنطق مضمومة مثلا كلمة أسس وهمزة الوصل أو عفوا همزة القطع المكسورة مثلا نأخذ كلمة إدراك أو إكرام إذن هي تنطق دائما كما قلنا سواء في وسط الكلام أو في أوله إذن سنقرأ هذا النص وسنتعرف فيه على همزة الوصل وهمزة القطع الواردة فيه لدينا أدركة إذن لاحظوا هنا لدينا همزة قطع أدركة يا سين أن إذن عندنا أيضا هنا همزة قطع فهذا الحرف أن أن مستقبله رهين بنتائجه الدراسية لاحظوا لدينا هنا همزة وصل غير منطوقة جاءت في وسط الكلام فانسجم أيضا عندنا هنا همزة وصل غير منطوقة جاءت في وسط الكلام بسهولة مع الوضع نفس الشيء همزة وصل غير منطوقة خارج وطنه المغربي إذن أيضا عندنا هنا همزة وصل غير منطوقة جاءت في وسط الكلام فعمل بجد واجتهاد لدينا أيضا هنا همزة وصل غير منطوقة إلى أن هنا هي همزة قطع أن همزة قطع أيضا أحراز إذن دائما همزة القطع تنطق كما قلنا سواء في بداية الكلام أو في وسطه إلى أن أحرز نتائج علمية عالية إذن سنتأمل معطيات هذا الجدول وسنميز فيه همزة الوصل الواردة فيه لدينا أول كلمة لدينا إنسجم إذن لاحظوا هذا فعل خماسي إذن فعل ماضي خماسي فهو يتضمن همزة وصل مقصورة إنسجم إنسحب إنسكب إلى غير ذلك ثم هنا أمر هذا الفعل الخماسي إنسجم إنسحب إستجب إلى غير ذلك إنسجام المصدر أيضا دي هذا الفعل إذن هنا ممكن قولوا على أن همزة الوصل تكتب فيه ماضي الفعل الخماسي وأمره ومصدره إنسجم إنسجم إنسجام إنسحب إنسحب إنسحاب إنتصر إنتصر إجتهد إجتهد إجتهاد إذن دائما همزة الوصل وأيضا في الفعل السداسي مثل استقبال لاحظوا أن هنا هي همزة وصل استقبال استنتج استخرج استفهم إلى غير ذلك إذن هذا فعل ماضي سداسي ثم في أمره في الأمر دياله استقبال استقبل وفي مصدره استقبال أيضا هناك همزة وصل إذن استقبال استقبل استقبال استخرج استخرج استخراج استنتج استنتج استنتاج وما إلى ذلك وأيضا في أمر الفعل التلاتي بحل مثلا هنا افهم اسأل اركب إلى غير ذلك ثم أيضا همزة الوصل تكتب في بعض الأسماء الخاصة مثلا ابن ابنت امرؤ امرأة اثنان اثنتان اسم إذن إذن قاعد الكلمات نسميها الأسماء الخاصة فهي تكتب بهمزة الوصل إذن هذه مجمل الحالات التي تكتب فيها همزة الوصل إذن قلنا في الفعل الخماسي في ماضيه وأمره ومصدره والفعل السداسي نفس الشيء في أمر الفعل الثلاثي أمر الفعل الثلاثي وفي هذه الأسماء الخاصة التي أمامنا ثم همزة القطع إذن همزة القطع فهي تكتب في الفعل الماضي التلاتي عندما تكون همزة أصلية بحل مثلا أخذ أمر أكل إلى غير ذلك وفي مصدره أخذ أخذ أمر أمر أكل أكل إلى غير ذلك وفي الفعل الرباعي المبدو بهمزة بحل أدرك أقبل أخرج أقدم إلى غير ذلك وفي أمره ومصدره وفي المصدر دياله أيضا أدرك أدرك إدراك أخرج 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 إخراج أقبل أقبل إقبال أقدم أقدم إقدام وما إلى ذلك وأيضا همزة الوصل أو عفوا همزة القطع فهي تكتب أيضا في الحروف كما رأينا في النص السابق مثلا إِنَّ أَنَّ إِلَى إِذَ إِذَا أَلَّا إِلَّا إلى غير ذلك وأمامنا هنا القاعدة يمكنكم الاطلاع عليها فهي تتضمن ما قلناه سابقا فيها أيضا فيها على أن همزة الوصل كيف ما شفنا سابقا فهي تكتب في ماضي الفعل الخماسي والسداسي ومصدريهما وأمريهما وأيضا في أول فعل الماضي الثلاثي بحل أو عفوا أو في أمر في أول أمر الفعل الفعل الماضي الثلاثي بحل كيف ما شفنا في هذا المثال ديال إفهام ونضيفه إسأل إركب إلى غير ذلك وأيضا في بعض الأسماء الخاصة اللي تعرفنا عليها هنا وبخصوص همزة القطع فقلنا على أنها تكتب في أول فعل الثلاثي ومصداره بحل أخد أخد أمر أمر وفي الرباع المبدوء بهمزة وأمره ومصداره بحل أدرك أدريك إدراك وتكتب أيضا في الحروف بحل هذه الحروف والحروف التي كتبت هنا نمر نمر الآن لأطبق لدينا أرسم الهمزة المناسبة فيما يأتي لدينا هنا أخراجة إذن هنا سنرسم همزة القطع لماذا؟ لأن هذا فعل رباعي مبدوء بهمزة هذا أخراجة بحلها بحل أدركة بحلها بحل أقبالة بحلها بحل أدخالة إلى غير ذلك ثم هنا استعمال إذن هنا سنكتب همزة الوصل استعمال إذن هذا فعل ماضي سداسي بحلها بحل استقبال بحل استنتج استخرج إلى غير ذلك ثم هنا أجيد إذن أجيد سنكتب همزة القطع لماذا؟ لأن هذه الهمزة فهي همزة المضارع مع ضمير أنا أجيد أكتب أخرج أسأل أركب أجلس هدو كامل كيتكتبو بهمزة القطع لأنها ديال الفعل المضارع مع الضمير المتكلم أنا ثم عندي هنا إقبال إذن هنا سنكتب همزة القطع هكذا مكسورة إقبال بحلها بحل إدراك إذن هذا مصدر الفعل الرباعي اللي نبدو بهمزة بهمزة قطع ثم لدينا استثمر إذن لدينا أبين همزة الوصل أو القطع فيما يأتي إذن عندنا هد عندنا هد نص القصير غنبينه همزة وهمزة القطع إذن الكلمة التي تتضمن همزة وصل غنوضع تحت منها سطر واحد والكلمة التي تضمن همزة القطع غنوضع تحت منها السطر مفهم إذن قال ياسين حققت الآن إذن لاحظو هنا عندنا همزة الوصل إذن غنوضع تحت منها سطر واحد ها هي غير منطوق حلما مهما من بين أحلام لاحظوا أن هنا همزة قطع إذن سنوضع خطين وبعد أربعة إذن حتى هنا عندي همزة قطع إذن سنوضع خطين أشهر أيضا همزة قطع سنوضع خطين حصلت على جائزة تقدير علمية رفيعة وها أنا لاحظوا أن هنا همزة القطع في هذا الضمير المنفصل أنا أعود أيضا عندي همزة القطع هنا في هذا الفعل المضارع مع الضمير أنا إلى أيضا عندي هنا في هذا الحرف همزة قطع سنوضع سطرين وطني حاملا معي أفكاري إذن أفكاري حتى هنا عندي همزة القطع وخبراتي لأنخريطة عندي أيضا هنا همزة القطع سنوضع سطرين في أوراشي عندي أيضا هنا همزة القطع أوراشي تنميتي إذن هذه همزة وصل الكبرى أيضا همزة الوصل سنوضع سطر واحد فقط تحت هذه الكلمة وبعد ذلك لدينا ثانيا أضع كل كلمة حسب همزتها في خانتها المناسبة إذن عندي هذه الجدول فيه همزة القطع وهمزة الوصل إذن الكلمة اللي فيها همزة القطع سنكتبها هنا سأكتبها في الخانة الخاصة بهمزة الوصل اقترابة لاحظوا هذه كتبتها بهمزة وصل إذن سأكتبها هنا اقترابة أسراتون لاحظوا كتبتها بهمزة قطع إذن سأكتبها في هذه الخانة ثم عنا ابتعد إذن ابتعد كيفما كان لحظوا فيها همزة وصل إذن سنكتبها هنا ابتعد ثم أحمد إذن أحمد فيها همزة قطع إذن سنكتبها هنا أحمد بعد ذلك استغفار إذن استغفار كيفما كان لحظوا فيها همزة وصل سنكتبها في خانة همزة الوصل استغفار إكرام إذن فيها هذه همزة قطع سنكتبها هنا إكرام إفهم إذن هذه همزة وصل نكتبها في هذه الخانة دي الهمزة الوصل إفهم أكتب أيضا همزة وصل نكتبها أيضا في هذه الخانة وأكتب وأخيرا إجتهاد حتى هي همزة وصل نكتبها في هذه الخانة إذن هذا كل ما يتعلق بهذه الحصة شكرا لكم على المتابعة